أهلاً وسهلاً بكم من جديد في دفن آخر من دروس ويندوز استكملنا الحلقة السابقة لتكلمنا فيها عن كيفية تفعيل ويندوز اكس بي خاص إذا كانت النسخة معدلة وبشكل وسيء يعني بشكل سيء رح نتكلم هسا في ويندوز سبين طبعاً في ويندوز سبين يعني ما لاحظت أنه في نسخة معدلة من ويندوز سبين متوقع يعني يعني دائماً لما كنت أدور في النت كنت ألاقي نسخ خامي يعني عمر ما صدقت أنه في نسخة معدلة ويندوز سبين على عكس ويندوز اكس بي في نسخ معدلة لكن اللي بيشير مرات أنه لسبب ما يعني بيكتشفوا أنه النسخة اللي عندك غير أصلية ساعتها رح تحتاج لكراك أو لوسيلة حتى تفعل الويندوز عندك مرة ثانية ورح تفعلها وممكن يظلوا التفعيل للأبد وعادي تستقبل تحديثات على عكس ويندوز اكس بي لازم تعمل تام اوف للأفديت عشان تظلها تستقبل تحديثات عفواً عشان تظلها النسخة مفاعلة أصلية وما تظهر لك المجمة السوئلة المجمة بتاعت انه تبين لك النسخة مش أصلية هذا هو البرنامج رح نستخدمه اسمه البرنامج ويكون متوفر في الوصف أسفل الفيديو رغط لتحميل البرنامج 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 مجرد ويكون موصف ميجا فقط وينفع لتفعيل جميع النسخ الويندوز سوف نستخدم 7 starter أو ultimate أو basic أو premium أو professional يعني مهما كانت النسخة ال7 الموجودة عندك رح يقوم بتفعيلها حتى حتى لو كانت معمارية 32 بيت أو معمارية 64 بيت هذا هو البرنامج طبعا عشان تتأكد انه يتمنى انه يعمل برنامج بشكل سليم يفضل لأنه crack والكراك بتاع انه برنامج خبيث او بعتبره انه فيفضل انك تستغلق الانتفيروس وترجع تفتحه بس ينتهي عملية التفعيل ترجع تشغل الانتفيروس والانتفيروس هو الانتفيروس الانتفيروس هذا بالنسبة لي اذا نسيت مهم انه حتى لو اظنه موجود ليس مشكلة اذا كيف تستخدم البرنامج او الكراك بتحدد نوع جهازك اذا كان جهازك ضمن القائمة بتحدده ما كان ضمن القائمة عادي خليه زي ما هو بس اش مهم انك مثلا لو كان جهازك HP تحط هون HP كان جهازك Toshiba وهون Toshiba فقط يعني تحدد نوع الجهاز هذون باقترح انك لا تلعب فيهم تخليهم زي ما هنه بعد ما تخلص اذا شوفه نحدد لك شو نوع النسخة اللي عندك وهو لحاله يعني عمل تحليل وعرف شو النسخة اللي عندك اذا بعد ما تخلص بتعمل install وبتستنى حتى يقوم بعملية النسخة اللي عندك حتى يفعل النسخة عندك وهو سيقوم البرنامج يعني حتى بتوقع هذا بيشتغل حتى للانتفاول الشغال لانه هو فقط بيقوم بالتعديل على الرجستري وبيقوم بوضع السيريال الاصلي بدل السيريال الموجود عندك وبالتالي تتفعل النسخة كأنها اصلية عندك على الويندوز بعد ما تخلص تضغط على install طبعا بعد ما يخلص البرنامج من تنزيل او التعديل على الرجستري راح يطلب منك انه يعمل restart للجهاز بتعمل restart للجهاز راح تلاحظ ان النسخة عندك صارت مفاعلة كيف تتأكد انه مفاعلة تضغط كليك يمين على computer البرنامج 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 راح تلاحظ هون بالاخير عند windows تستنى حتى تظهر لك شو الحالة هون شوف شو تلاحظه من شو تظل عليه windows is activated يعني النسخة اللي عندك مفاعلة يعني خلص مش محتاج تفعيل بعد ما تعمل restart تتأكد هيك انه النسخة اللي عندك صارت مفاعلة طبعا زي ما قلت رابط هذا البرنامج متوفر في الوصف أسفل الفيديو ان شاء الله اذا كان هذا درسنا لهذا اليوم بتمنى ان يكونوا قد نال اعجابكم حتى يحيل موعد درج جديد استودعكم الله الذي لا طبيع ودائعه والسلام عليكم ورحمة الله